تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجاية الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو والماضي والتي استقبلت ورصدت 131 ألف شكوى وطلب واستغافة خلال الشهر المنقضي وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توطيد وصور الثقة بينها وبين المواطنين من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال لتلقي شكاوى ورصدها وذلك عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والعمل على حلها فضلا عن تحقيق أنسب استجابات ممكنة طبقا لطبيعة كل منهما ووجه مدهولي الشكر لجميع العاملين بالمنظومة والجهة المرتبطة بها